بنكمل مع بعض كده اخر جزء من اه تيبلز اه جب لنا سؤال كده اه اللي هو في الجده العادي في وكده في كده كسر اه كسر اي دي طيب عايزي بيقولك اه اختار نوع البيانات اه زات ويل اوتوماتيكالي اه اللي هي بصفقة ليا هتحدد اه رقم فريد لعميل اه نمبر هنا يا جماعة عايز بقى حد هنا يشوف انه ده طيب هتخدده رقم ممفرد يعني ما يتقررش خالص لما يا جماعة قال لك يعني بصفقة الية يبقى يختار على طول اختار الخاصة هنا يعني تيجي بالسامل كده وتفتح السامل اختار ايه بس كده تمام هو طبعا بيقولك ايه زنك تاب برضو اه الغطر عتاب عشان تروح الخليل ايه اللي بعد كده اه مساء اللي بعد كده او السؤال بعد كده جايب لك الجدل برضو في عايزي بقى بيقولك او برودكت كود فين بقى ده او برودكت كود اللي هو اول فلد اللي هو ده ماشي عايزي بقى بيقولك كونتينز ايونيك اي فرانس بيحتوي على اه مرجع وحيد فور اتش اه برودكت لكل اه منتج اه هيستخدم فيه كثير من البحث لازم نعمل له عملية اه اه اندكس فهراصة طبعا احنا اخدنا بلكده عملية وان واحدة هتعمل بحس اه كتير بس ما قالش ايه بقى ما قالش كلمة في السؤال اللي فات اللي هو في اول جزء من جداول خلاص عشان كده قولنا ايه اه يس اه دوبليكت اوكي يعني هنا قال لك ايه قال لك يونيك مرجع وحيد يبقى هنا هروح لخاصية الاندكس هروح يعني هناك كده اه على خاصية الاندكس اه اللي هي اللي هي ديت ماشي وبعدل نو هنخليها بس هنقول ليه بقى نو دوبليكت ليه نو دوبليكتس قال لك يونيك وحيد اه بياخز مرجع وحيد او فريد من نوع خلاص يبقى هنا اه العدل دي بس نخليها آآ يس نو دوبليكتس سؤال اللي بعد كده نجاب لك دول كده وآآ السؤال دا جماعة مقرر عايز يحزف الخلاليات طبعا هي آآ سلكت عليها بنعمل دليت السؤال دا خدنا بلي كده آآ السؤال اللي بعده برضو جاب لك عايز ايه عايز برضو سؤال مقرر برضو مقرر آآ يحزف العلاقة اللي هي ما بين البيمنت والبيشنت آآ فهيعمل يبقى الوسطة بين دول كده هنجد لك مين بس كده احش كده شيرنا العلاقة اللي هي ما بين البيمنت وبين ايه البيشنت آآ سؤال البعض جاب لك برضو جادل عادي كده عايزي ما بقول لك زا سيرش طول استغر مقات البحس اللي بي اه بيدهن اه عشان للاقي مريض تاريخ ميلاده تلاتين ستة الف وتسعمية تلاتة وستين فين بقى اهو يا جماعة هنا كده هنعلم آآ على العمود حد كله ونقول له فايند ماشي آآ بحس ونقتل له تلاتين ستة الف وتسعمية ستين ونقول له فايند نيكست خدني السؤال ده قبل كده آآ السؤال اللي بقعده جاب لك برضو جادل وبيقول لك آآ يوز لكل موظفين اللي تولده في عام الف ستة وخمسين هتعمل ايه بقى هنا كده بص هنا فين تولده هنا هو بيرس ديت ستة وخمسين هتيجي ستة وخمسين جادلات تحددها ستة خمسين بس مش كله ستة وخمسين بس تحددها وتروع العلامة اللي هي فوق اللي هي دي بس كده هجيب لك كل تولده سنة كام ستة وخمسين آآ السؤال اللي بعد كده جاب لك جادول في دزاين فيو آآ بقول لك ايه آآ نفس نفس الحوالة مع قبل كده عايز يخلي ديت آآ اتناسة نوفمبر الفين يعني هنخلي ايه آآ هنخلي لونج ديت يعني هنخلي طريق طويل مش يعني نفي كده نخلي ايه لونج ديت عشان يجلب لك اليوم والشهر والسنة آآ السؤال بعد كده جاب لك برضو كده كدول عايزي بقى بقول لك آآ آآ دخل سجل فور فول تايم سيونت الطالب آآ فول تايم آآ وقت كامل آآ سيونت نيمت اسمه براين بلاير انتو دي ستيبل اهو على التام يا جماعة على التام انده هيبقى هو فوق عن فاضي فهو اسمه براين بلاير يبقى في السنة بتاعه براين السرنيم آآ بلاير وستيسو تاعته الحالته آآ فول تايم بس وبعد وخص اعمل تاب بس هو اللي بقعده جاب لك برضو آآ جدول في الآآ وبيقول لك ايه بقول لك في صف جديد انضاف آآ انضاف لآآ السرنيم بتاع ماشي السرنيم اهو اللي هو ده خلاص آآ انضاف لك عايزي بقى بقول لك انتر سرنيم آآ اهو دخلنا سرنيم هندخل سرنيم هنا ماشي آآ زي طيب آآ كل من هون يوها فاش بعد كلمة تعمل آآ اتعب هنتيه المباشرات ان ايه انها حالة دانية السوال اللي بعد كده جايب لك جدول اللي عاده هو عايزي بقول لك انتر زا نيم ماري انتو زا فيست نيم فيلد فين فيست نيم اهو الفرست نيم بقول لك دخل هنا اسم ماري هتحط المؤشر تكلمة ايه ماري وبعمل خلاص تعمل تاب اخل سوال في كده ول جايب لك جدول كده في الزيان فيو برضو آآ وبقول لك ايه معا خلي الحقل مناسب آآ طبعا انت فان هو عندك آآ اي دي خدالك ده مرتين بتعلمها بتعلم العروض ده وبطرق علامة المفتاح عشان يخليه بامريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة